السلام عليكم البنات كيدايرين صحيح لكم لا بس نتمنى تكونوا مزيان وتكونوا الامر ديالكم هانية اليوم سنشارك معكم واحدة الوصفة روعة الكثير لعلاج تساقط الشعر وصفة مجربة ومضمونة كتتحد من تساقط الشعر قوموا معي اكتشفوا المكونات وقبل ما تبدأوا لا تنسوا الاشتراك والاشتراك تشوفوا البنات تأخذوا البصلة كيفما تشوفوا البصلة تأخذوها تأخذوا البصلة كيفما تشوفوا تأخذوا هذا القشور تأخذوا هذا القشور ومالذي سنحتاجه كيفما تشوفوا معي الوصفة مجربة تساقط الشعر هانتما البنات كيفما تشوفوا نأخذوا هات القشورة هذه وصفة البنات روعة كثيرا مهم هانتما قشورة البصلة كيفما تشوفوا البنات من بعد ما قدرت قشورة البصلة المكون الثاني اللي هو القرنفل كنحتاجه واحد المعلقة صغيرة القرنفل الرائع للشعر كنزيدوه على هاد قشورة البصلة كيفما تشوفوا معي نضيف وحد الكأس ديال الماء نزيد نصف كأس ديال الماء يعني كاس ونصف في البنات كان وضعوا هاد المكونات قشورة البصلة مع القرنفل كان وضعهم فوق النار مهيلة وكان خليوا هاد المكونات يوصلوا لي لدرجة الغلايان وذلك الساعة نرجع معاك كيفما تشوفوا معي البنات من بعد ما يعني غلاولي قشور البصل مع القرنفل سنصفي هاد الماء هذا الرائع اللي حصلنا عليه ولكن سنصفيه يعني تبرد لي هاد الوصفة هادي وذلك الساعة سنوضعه في هاد البخاء هاد الماء باش نقول لكم طريقة الاستعمال طريقة كيفش تستعملوا هاد الوصفة هادي كتبقوا ترشو شعر ديالكم بهاد الماء هذا الرائع الى الفروة ديال الرأس ديالكم وهاد الماء هذا باش زوين ما فيه شرائحة البصل يعني فيه واحدة رحة زوينة غيدي القرنفل ما كتتحسوش نهائيا برائحة ديال البصل وصفة زوينة بقوا ترشو بها الفروة ديال الرأس وديروا واحد المساش في الفروة للرأس و نبتوا بها نبتوا بها 6 سوايع أو 4 سوايع و مهم إلا قدوا بها 4 درار هذا الوصفه يستعملواها مرتين في الأسبوع هذا الماء ستحتافضوا به هذا الماء ستكفيه المرة أحد و إذا تحتاجوا تتحضلوا هذه الوصفه فيما تتحضلوا هكذا ستتحضلوا هذه الوصفه هذه وصفة زوينة ونتمنى تدروها وتجربوها مجربة ومضمونة وفعالة في علاج تساقط الشعر يعني لكم شعر ديالكم وزوينة كتقولين الشعر وساهلة كيف ما شفتوا معايا وصفتنا ديال اليوما انتمنى تنالاعجب ديالكم وانتمنى تدرو هاد الوصفة يدي ديال تساقط الشعر وطلقوا عليها النتيجة ولستمرته يعني استمرته في الاستعمال ديالها غدي تخلصوا نهائيا من مشكل ديال تساقط الشعر لا تنسونيش باللايك ديالكم لا تنسونيش بالتعليق ديالكم والاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد صلى وفراسكم الى فيديو اخر مع السلامة